نهائي تبدأ النهائيات لأن المواسم خلاص بتخلص عندنا ان شاء الله بإذن الله نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 و 11 عندنا نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 و 6 الستي والإنتر عندنا النهاردة بالليل سيبيا الإسباني أو إجبيلية الإسباني ضد إي أس روما الإيطالي الساعة 10 بتوقيتنا على ملعب بوشكش أرينا في نهائي لأوروبا ليج أو نهائي بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي روما مع مورينيو قصة نجاح ما تقدرش تنكر والنهاردة من الممكن جدا ووارد جدا صحيح سيبيا عنده يعني راكود كبير جدا في بطولة اليوروبا ليج لكن طبعا روما مع مورينيو ليه تقلو وليه وزنه في مباراة النهاردة لكن لو فاز روما يبقى تاني لقب أوروبي بحق ومورينيو في تجربة قصيرة جدا جدا مع إي أس روما حقيقة يمكن تتكلم على أنه سيبيا أو إجبيلية بيخش اللقاء ده بحثا عن التتويج باللقب السابع في تاريخه بتتكلم على فريق يمكن ما يخشش في حساباتك قوي وانت بتتكلم على بطولة الليجة في إسبانيا وبالتأكيد ما يخشش في حساباتك وانت بتتكلم على بطولة الشامبيونز ليج لكن لما تيجي تتكلم على اليوروبا ليج سيبيا أو إجبيلية ليج كل الاحترام والتقدير لأنه حقق الفوز في ست نسخ سابقة عشان يحقق رقم قياسي كأفضل وأكتر فريق حقق اللقب ده في المقابل طبعا روما بسكواد في منتهى القوة مع مدير فني لخبراته الكبيرة جدا في البطولات الأوروبية قادر النهاردة أنه يعود ده مش أقول ياثر يعود خسارته لأنه كان لحق به هزيمة تاريخية قبل كده في تسعينيات من القرن الماضي في نفس المسابقة دي وتلقى نادي روما يمكن دفع كبيرة جدا في الأيام اللي فاتت بعد عاودة طبعا نجم والمتقلق باولو ديبالا نجم الأرجنتين للتدريبات مرة تانية وغالبا هيكون عنده فرصة للمشاركة في مباراة النهاردة بشكل كبير بعد مشارك مع روما في آخر ثلاث مباريات في الدور